المعرفة يعني أنك تستطيع تطبيق الشيء حتى باللهجة العامية يقولك تعرف تطبع تعرف الدير كذا تعرف معناها أنت قادر على تطبيق هذا الشيء ولكننا للأسف في تعليمنا الحالي نحن ننقل معلومات لا ننقل معارف وبالتالي السؤال المطروح في مدرسنا هل ننقل معلومات أم ننقل معارف ومهارات يجب أن نجيب عن هذا السؤال إذا كان ننقل في معلومات يعني غير قادرين على تحويلها إلى مهارات ومعارف فهذه مشكلة وهذا هو سبب تذني مخرجات العملية التعليمية في وجهة نظري في ليبيا إذن لابد أن يتحول التعليم إلى تعلم حتى يتم التركيز على الطالب أيضاً اللي تلاحظ يا أخي معتصم أن مثلاً في اللغة الإنجليزية واللغة العربية أن بعض المعلمين تحصلين على ممتاز من قبل الموجهين المعلم تحصل عند زيارة الموجه إلى المعلم تحصل على ممتاز باي كويس ممتاز هل الطلبة يستطيعون أن يتحدثوا العربية ويكتبوا بشكل جيد عن أي شيء أعطيت ممتاز عن الكراس التحضير عن ماذا هنا شفت راه موضوع خطير جداً يعني بمعنى أن الوسيلة أصبح هدف يعني المعلم هو عبارة عن وسيلة وليس هدفاً فتحول الهدف الوسيلة تحولت الوسيلة إلى هدف هدفنا أن نحن المعلم أدى أداء بشكل جيد طلب فهمه ما فهموش إذا ما يهمناش كثير وهذا الواضح في مدرسنا الصحيح أن يكون على أداء الطلاب يعني تقييم المعلم يكون على أداء الطلاب وليس على أداءه هو هو ربما أدى المسرحية أو أدى التمتيلية بشكل جيد لكن لم تنال كحركات وسكنات لكن لم تنال مثلاً مثل الممثل التي لم تنال إعجاب الجمهور لكن هو أداها مسرحياً بشكل ممتاز لا يوجد أي خطأ مسرحي في اللفف في الحركة وفي فنون رقح المسرح مثلاً يعني مش عارف هو وصلت الفكرة أم لا أستاذ محطس يعني بمعنى أن يجب أن يكون التركيز على أداء الطلاب وليس على أداء المعلم ترجمة نانسي قنقر